اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الصناعي والزراعي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة ومراجعة لمدة الفيزياء للصف الاول السنة في الحلقات الماضية استعرضنا مع بعضنا بعض عناصر المنهج زي الكميات الفيزيقية ومعادلات الحركة ومعادلات التلاتة لنيوتن أو قوانين نيوتن التلاتة النهاردة هنكمل كلامنا في المراجعة على الحركة الدائرية وقانون الجذب العام والشغل والطق نيوتن دايما بيسري المادة الفيزياء بالعديد من القوانين حتى ان قانون الجذب العام هو كان بدأ فيه اصلا وما توصلش لقيمة السابت الموجود في القانون العلماء جنب عديد وبدأوا ان هما يكملوا القانون بتاعي هنتستعرض كمان المراجي ازاي اقدر اقيس كتلة الارض من غير ما استخدم ميزان اقيس نصف كتلة الارض من غير ما استخدم مزورة ازاي العلماء بالامكانيات البسيطة اللي كانت موجودة في عصرهم ادروا ان هما يجيبوا معلومات دقيقة جدا واثرة العلم ولما احنا بالاجهزة الحديثة بتاعتنا اسنى الكلام ده لقيناه يعني دقيق جدا ويقترب بكل الاجهزة اللي احنا وصلناها بالفكر بتاعهم لانهم هما اصلا كانوا بيستعملوا عقلهم بالامكانات البسيطة والعقل والتفكير احنا ممكن نأثر في التاريخ وفي العلم حوالينا وفي الارض والبيئة اللي حوالينا خلونا نبدأ كده بكلامنا على الحركة الدائرية ونقول الحركة الدائرية دي تعرفها ايه يعني ايه حركة دائرية الحركة الدائرية هي حركة جسم في مدار دائري حركة الجسم على محيط دائرة يطلق عليها اسم الحركة الدائرية طيب الحركة الدائرية تنقسم الى حركة منتظمة وحركة غير منتظمة بالنسبة للمنتظمة سرعة الجسم بتكون المتحرك بتكون سابتة بالنسبة لسرعة غير المنتظمة بتبقى سرعة الجسم غير سابتة يعني بتتغير على مدار المصار الدائري دعالوا بنا نشوف كده الشكل ده لو انا جبت كرة مثلا او اي جسم غطى الالم وربطتوا بقطعة من الخيط وبدأت احرك ايديا بحركة دائرية انا هنا في المركز ايديا مسكة الخيط ودي بتمسر القوة الجذبة المركزية المسافة اللي بيني وبين قطعة الخيط اللي وصلة بيني وبين الجسم مسافة سبتة وهيبدأ الجسم بدل ما يجي يخرج في خط مستقيم لا ده هو بيبدأ يغير حركته ويلف في حركة دائرية حوالين اليد ليه لان انا ايديا مسكة بالخيط يبقى هنا في قوة جذب مركزية لو انا بصيت على الرسمة كده المفروض ان الجسم يمشي في خط مستقيم الاقي القوة هنا بتشده الى الداخل فيغير من مصار حركته ويبدأ يلف يجي يخرج في خط مستقيم القوة ما زالت بتسيطر عليه فيبدأ يغير من حركته وبالتالي يظل يسير في مدار دائري حوالين القوة بتاعتي تطبيقات على الحركة الدائرية احنا هناك كلمة تطبيقات يعني فكرة الفيزيقية دي احنا بنستعملها في ايه في حياتنا حركة الامر الصناعي احنا عارفين ان فيه عندنا اخمار صناعية اللي كانت تنقل لنا المباريات وكده بتدور حوالين الارض طيب وكمان حركة الالكترون حول النواة تعالوا بينا نشوف الفيديو ده ادي الامر الصناعي وهو بيدور حوالين الارض في مصار دائري لا الامر الصناعي بيسقط على الارض او قوة زي ما احنا شايفين جذب الارض اه للامر الصناعي وجذب الامر الصناعي للارض في فيفضل الامر الصناعي يدور بسرعة بينما الارض تجذبه ودي ما يطلق عليها اسم القوة الجاذبة المركزية القوة الجاذبة المركزية هي القوة التي تغير اتجاه حركة الجسم من نقطة الى اخرى على طول المصار الدائري زي ما قلت لحضرتك كده لو انت ماسك اه قطعة من الخيط ايديك في المركز دي القوة الجاذبة المركزية بينما الجسم يضور في مدار دائري وتختلف اه الحركة بتاعته اتجاه الحركة على حسب القوة اللي شدها لكن سرعته هتظل سابتة القوة المركزية رياضيا بتقول ان احنا عارفين ان القوة يعني اف جاي من كلمة فورس لكن اف في سي يعني القوة المركزية بتساوي ام في تربيع على ار لو انا بصيت للرموز دي هلاقيني ان انا تعرضت لها قبل كده في اه بقية الدروس السابقة الام بتعبر عن الكتلة الفي دي السرعة وما نساش انها مرفوعة القصة تربيع والار دي هي الحاجة الجديدة اللي عنينا الار دي اللي هي نصف القطر عايزين نتعرف على العوامل اللي تأثر على القوة الجزمة المركزية تعالوا نرجع ياولاد للقانون كده بص معي كويس اي حاجة فوق الكسر بتبقى طردي اي حاجة تحت الكسر بتبقى عكسي طيب الطردي ده يعني ايه يعني كلما زادت قيمة الكتلة زادت القوة كلما زادت قيمة السرعة زادت تبع لها القوة طب نصف القطر عكسي يعني ايه كلما قلة نصف القطر كلما زادت القوة طب لو نصف القطر ده زاد حتقل القوة. يبقى اي قانون بيقول لك العوامل بص على القانون وهات اي رمز فوق وقول عليه ايه? يقول عليه الندوة طردي. يبقى العوامل التتوقف عليها القوة الجزمة المركزية. اول حاجة سرعة الجسم اللي هو V طردي. كتلة الجسم اللي هو M طردي. ونصف قطر المصار اللي هو R عكسي. العجلة المركزية. العجلة المركزية الجسم اللي بيتحرك تحت تأثير قوة آآ جزم مركزية بيتحرك بعجلة اسمها A سي او العجلة المركزية ودي بتساوي في تربيع على ار يعني مربع السرعة على نصف القطر تعالوا نشوف المسائل بتجنى ازاي على القوانين دي بيقول لي جسم كتلته واحد وعشرين كيلو جرام يتحرك على محيط دائرة بسرعة منتظمة مقدرها اربعة متر الكل سانية فما مقدر العجلة المركزية والقوة الجذبة المركزية المؤثرة على الجسم اذا علمت ان نصف القطر بيساوي تمانية وتمانين متر اول ما بص في المسألة كده اطلع المعطيات بتاعتي مديني الكتلة اللي هي ام بواحد وعشرين والسرعة الديهاني باربعة ويخد بالك يا ولاد من الموضوع ده هو عايز كم مطلوب عايز اتنين عايز العجلة المركزية والقوة الجذبة المركزية اخد بالي وانا بقرأ المسألة وانا بطلع المعطيات اشوف عدد المطلوبات عشان انا من السرعة ممكن اجيب المطلوب الاولاني وانسى اجيب المطلوب التاني برغم ان انا اكون ايه حافظه عشان اجيب العجلة المركزية انا حطيت بقى مسودة كده وحطيت فيها كل البيانات بتاعتي الكتلة بواحد وعشرين السرعة باربعة عجلة الجذبة المركزية مجهولة قوة الجذبة المركزية مجهولة ونصف القطر تمانية وتمانين اول حاجة عشان اجيب العجلة هكتب القانون بتاعي ومنساش القانون يا ولاد لان القانون باخد عليه نصف درجة المسألة مجرد محطة القانون الخطوة التانية هتبقى سهلة هو ان انا اشيل الرمز وحط ايه وحط قنط دلوقتي لو انا جيت حطيت الفي تربيعي باربعة تربيع على نص القطر اللي هو تمانية وتمانين بالكالكوليتور بتاعتي بالقالة الحسبة هقدر اجيب العجلة المركزية اللي هي تمنتاشر من مية ومنساش يا ولاد ان احنا عندنا ايه ان احنا عندنا واحدة القياس العجلة متر لكل ثانية تربيع الخطوة التانية ان انا اجيب القوة المركزية برضو هكتب القانون بتاعي اف سي بتسوي ام في في تربيع على ار وابدأ اعوض عن الكتلة بتاعتي اللي من الديهاني والاربعة تربيع دي اللي هي السرعة والتمانية وتمانين ومنساش ان القوة عندي بالايه بقيسها بقيس القوة بنيوتن قانون الجذب العام يعني ايه قانون الجذب العام بيقول لي بين اي كتلتين قوة جذبه متبدلة هذه القوة تتناسب ترضيا مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهم انت كده دلوقتي تقدر تقول لي القانون بيكتب ازاي ادي القانونة هون اف دي القوة اما واحد وام اثنين دول الكتلتين وطرديا فانا خطهم فوق ار تربيع ده مربع نصف القطر بينهما وعندي فيه حرف الج الج ده قيمة ثابتة اسمه ثابت الجذب العام ونيوتن لما حط القانون ده ما كانتش متوصل لقيمة ثابت الجذب العام ولكن العلماء من بعديه جابونا قيمة الجذب العام دوت بصورة رياضية سليمة قيمته ستة وسبعة وستشين من مية فعشر السالب حداشر نيوتن متر في متر مربع لكل كيلو جرام مربع ومعادلة ابعاده ام سالب واحد ام سالب تلاتة تي سالب اتنين هل انا مطلوب مني احفظ ده لا السوابت لا تحفظ لو موجودة في المسألة حيدهي لك في المعطيات طيب السابت الجذب العام بقول يقدر بقوة الجذب بين جسمين قرويين كتلة كل منهما واحد كيلو جرام والمسافة بين مركز زي هما واحد متر ويساوي ستة وسبعة وستين من مية في عشرة قس سالب حداشر لو انا عندي جسمين هم دول جسمين قرويين المسافة بين مركز زي هما يعني من هنا الغاية هنا دي المسافة بين مركز زي هما بتبقى بالار تربيع وفوق دي كتلة الجسمين والجي سابت الجذب العام تعالوا نشوف المسألة دي بيقول لي احسب قوة الجذب بين كراتين كتلتي هما عشرين كيلو جرام وعشرة كيلو جرام والمسافة بين مركز زي هما خمسين خمسين اي يا أولاد خمسين سنتي علما بقى النسابة الجذب العام ودني قند دلوقتي انا بص للوحدات اللي عندي هو مديني الكتلة بالايه بالكيلو جرام كتلة الجسمين بالكيلو جرام تبقى المسافة لازمة تبقى بالوحدة الدولية زي هم مين فاكر الوحدة الدولية احنا خدناها وقلنا ان في الوحدة في النظام الدولي بقيس المسافة بالايه بقيس المسافة بالمتر قد بالك لان النقطة دي قد يقع فيها البعض في الخطأ ويبدأ يعوض عن المسافة بالخمسين وبالتالي هتطلعن معاه النتيجة غلط يبقى اول حاجة اجيب البيانات بتاعتي اللي موجودة في المسألة وبعدين اراجع على الوحدات اللي موجودة بيها المسألة كلها متناصقة مع بعضيها وبعدين في الاخر ابدأ احط القانون بتاعي طيب هنعمل مسودة كده جانبية ونحط البيانات الموجودة عندي في المسألة عندي الكتلة الاولانية عشرين عفوا والكتلة التانية عشرة الار حطتها في البيانات خمسين سنتي العجلة بالقيمة سوري الجي اللي هو سبت الجزب العام اللي موجودة عندي هحط القانون بتاعي لانه هو طالب القوة قوة الجزب المركزية وابدأ اعوض عن الجي بستة وسبعة وستين من مية في عشرة قس سالب حداشر اعوض عن الكتلة الاولانية بعشرة الكتلة التانية بعشرين وناخد بالنا هنا انا عملت ايه في نص القطر خليته خمسة من عشرة ليه اسمت الخمسين دي على مية عشان احولها للمتر ومنساش ارفحها لقس تربية لو انت مش عارف عفوا يتكتب زي ما هي خمسين عالمية تربيع واكتب الشكل ده قدام منك على الالة الحزبة بتاعتك وهيطلع النتيجة بتاعتي طب مين فاكل القوة بالايه القوة بالنيوتن او عنينسى وحدات القياس دي مهمة ان احنا نكتب التمييز بتاعتك طيب القانون الجزب العام ده فدنا في ايه تطبيقات على القانون الجزب العام اولا تعيين كسافة الارض انا عايزة اعيين كسافة الارض عن طريق القوانين الرياضية كسافة الارض رياضيا الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم عشان اجيب كسافة الارض يبقى اذا لازم اوجد كتلة الارض ووجد حجمها طب كتلة الارض دي هجيب ميزان ووزن بالكتلة بتاع الارض لا مش هينفع طيب الحجم هجيب مزورة وليف حولينا القوة القضية عشان اجيب الحجم بتاعها مش هينفع. طب ايه اللي حصل والعلماء دول من يعني اكتر من الف سنة ماضت قدروا ان هما يقسوها وطلعت القيسات بتاعتهم يعني الى حد ما دقيقة جدا 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 هما استخدموا الحاجات الموجودة في البيئة بتاعتهم واستخدموا مخهم واستخدموا الرياضيات. الناس اللي تحب الرياضة. هل انا ممكن وانا شاطر في الرياضة اعمل نظرية او افكر او اه اه يعني الرياضيات سهمت كتير جدا مع الفيزياء والحاجات اللي ما نقدرش ان احنا نقسها بحاجة مادية ممكن احسبها عن طريق القوانين ارياضية. تعالوا نشوف ونستمتع ازاي العلماء دول بفكرهم العملاق اه بمواردهم البسيطة ويبدأوا يحطونا اه معلومات. المعلومات دي فعلا لغاية الان فادتنا كثيرا. يمكن احنا طلعنا بعد كده في الفضاء وقسنا حجم الارض من فوق كل حاجة بالأخمار الصناعية لكن هما من الف سنة حددوا الكلام ده. تعالوا نشوف كده. اول حالم عندي اسمه ايراتوسنس. قال لك انا لو عايز اجيب حجم الارض لازم نوجد نص قطر الارض. طب يا عم ايراتوسنس احنا هنقعد نحفر رغاية نص البطن الارض عشان نقس نص قطر. قال لك لأ. ايراتوسنس ده كان عايش في مدينة الاسكندرية وبالتحديد ده كان هو مدير مكتبة الاسكندرية. وكان بيعشق جدا القراءة والعلم وكان تحت ايديه طبعا صروات الاديمة اللي هي بتاعة الكتب الاديمة اه اللي كتبها العلماء القدامى زي الخوارزمي وما الى ذلك بدأ يقرأ الكتب دي وقال لك انا ليه عن طريق الحسابات دي ما اقدرش احسب نص قطر الارض عمل ايه؟ بالزبط عمل كده اه في ظهر يوم واحد وعشرين يونيو يونيو ده يا ولاد اطول يوم نهائي اطول يوم في النهار احنا عدنا السنة في الصيف النهار بيبقى طويل شوية والليل بيبقى قليل في الشتاء العكس النهار بيبقى قصير شوية المغرب تلاقيه ده انا على خمسة كده يعني الدنيا تضل مبدري والشتاء بتاعه طويل يوم واحد وعشرين يونيو ده اليوم اطول يوم اه في النهار يعني النهار بتاعه اطول حيام السنة اردتوا سنسة جي في اليوم ده اللي هو واحد وعشرين يونيو ولقى ان الشمس عمودية فوق اسوان احد الاعمدة اللي موجود فوق اسوان ملوص ظل على الارض فالشمس عمودية عالي وفي الاسكندرية وجد ان هي بتميل بزاوية سبعة واثنين من عشر قاس المسافة بين اسوان واسكندرية بعت واحد مخصوص كده اسهال وعشان الدقة لقاها تمنمائة كيلو متر دائرة سنس والعمود بتاعي بعد ما شاف الطول بتاعه قاس الزاوية بتاعته لقاها سبعة واثنين من عشر درجة دي زاوية ميل اشعة الشمس ده صورة توضح لنا كده ادي العمود اللي موجود في اسوان ملوش اي ظل على الارض ده العمود اللي موجود في الاسكندرية هلاقي ليه ظل على الارض ففي زاوية هنا قال ايه قال بالوقتي الشمس دي بعيدة بتظهر بصورة الاشعة بتاعها بتيجي بصورة متوازية سقطت هنا في اسوان وكانت الزاوية تسعين درجة بينما في الاسكندرية لها زاوية بصورة رياضية لو مدينا الخطين هاوصل لنص قطر الارض هاشوفها بصورة اوضح في الفيديو اللي جاي ادي المسافة اه بين اسكندرية واسوان اللي هي الحتة دي اه تمنمية قالك السبعة واثنين من عشر على تلتمية وستين قالك ما تقسمها تصفي واحد على خمسين ادي المسافة وادي المحيط بتاع الارض وطلع عندي باربعين الف طيب دعالوا كده نشوف الكلام ده يعني هو قاس طول القوس تمام اللي هو بين الاسكندرية واسوار وقاس طول محيط الارض اللي هو عايز يجيبه هو عايز يجيب المحيط عشان يعرف يحسب ويجيب نص القطر وقاس الزاوية اللي عملها الزل العمود على الارض في الاسكندرية وقال ان الزاوية دي تعادل كم من اكمال الدايرة الدايرة تلتمية وستين لما تقسم سبعة واثنين من عشر على تلتمية وستين هيطلع واحد على خمسين طيب انا اجيب محيط الارض الناس الشطرة في الرياضة اجيب محيط الارض ازاي ها طرفين في وسطين اذا المحيط الارض هيضرب الخمسين في ايه في التمنمية يبقى محيط الارض عندي طلع اربعين الف كيلو متر طيب احنا عارفين يا ولاد المحيط ده بيساوي اتنين باي او اتنين باي نق طب انا لو عايز اجيب ار الوحدة اللي هي نص القطر اللي هي نق هحط محيط الارض على اتنين باي هحط الاربعين الف على الاتنين باي بالقالة الحزبة هيطلع اه ستة الاف تلتمية وستين كيلو متر وآآ بالمتر هيبقى تلاتة بوينت تلتمية وست آآ ستة وتلاتين في عشرة ستة عندنا علم تاني اسمه البيروني البيروني اختار جبل بيطل على مياه مياه بحر عشان كان عايز مستوى افقي قاس ارتفاع الجبل وقاس زاوية ميل الاشعة وقت الغروب عشان خاطر يقدر يحدد نص قطر الارض طب اعلاقة الجبل واعلاقة آآ زاوية ميل الشمس باللي حصل ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو ده انا عندي اختار كده سطح مستوي اللي هو سطح الارض وقاس زاوية زاوية ميل وجي على نقطة تانية تبعد عنها وقاس زاوية ميل الاشعة وحسب المسافة بينهم عن طريق الرياضة قدر يحسب طول الجبل يعني رياضيا هو عمل نقطتين على الارض وقاسهم وعمل الشكل يحسب طول ارتفاع الجبل الحتة دي اولاد هي فعلا الجبل اللي قاس منه البيروني ودي الاداة اللي استخدمها ودي اداة عاملة زاوية المنقلة الكبيرة كده بيئيس بيها زاوية ميل الاشعة والشخص ده راح في نفس المكان وجاب نفس الاداة عشان يورينا ازاي هو قدر يئيس اه ده بسيطة جدا وهو نفس الشخص بيقولك ازاي هو من الف سنة استخدم الكلام ده يعني انا دلوقتي جبت طول الجبل زاوية الفيديو ده ما بيورينا طول الجبل وكمان هقيس زاوية ميل الاشعة انا بس بجيب الفيديو ده عشان اوريكو العلاقة الرياضية وازاي ادر يحسبها اه بدأ يئيس اه دي يا سيدي الشكل الرياضي هو قالك كده دلوقتي ده زاوية ميل الاشعة وجاب وطلع فوق السطح الاعلى منطقة في الجبل ده طول الجبل في سطح مستوي اللي هو آآ البحر وبدأ يشوف الزاوية اللي مالت بيها الاشعة وبدأ يعمل اللي هو حساب المسلسات شاولات وقال لك انا لو مديد عند النقطة دي المماس معها آآ زاوية قايمة مدتها على استقامتها واعلى نقطة في الجبل مدتها على استقامتها هتعمل لي زاوية انا لو عرفت الزاوية دي هعرف احسب نص قطر الارض رياضيا قال ان الجيب آآ جاتها الزاوية اللي هي بديت اللي هي برا اللي هو يقدر يقسها مستوى البحر وزاوية ميل الاشعة بتساوي رياضيا القيمة بتاعت الزاوية دي رجع قال ان الزاوية دي بتساوي ايه بتساوي المجاور على الوطر لانه ده مسلس ايه مسلس قائم الزاوية يبقى لو خد طول الجزئية دي واسمها على طول الجزئية دي حيديني آآ conclus الزاوية جتا الزاوية بتساوي دي على دي. طيب ياولاد هي دي عبارة عن ايه? لو ركزت كده ده ده نص القطر. طب والحتة دي بقى اه لغاية هنا نص القطر. وبعد كده ايه? طول الجبل. يبقى ازا انا هقدر اقول على الجزئية دي. هي دي نص القطر اللي انا مفروض هاقسها. اللي هو عايز يقسها رياضيا. والجزئية دي هي نص القطر زي طول الجبل. هو اوجد طول الجبل. واوجد الزاوية دي. لما يعوض رياضيا بالشكل ده كده. هيقول ان كوزاين سيتا. سيتا دي اللي هي الزاوية. كوزاين اللي هي جتا الزاوية. اللي هي موجودة عندك على الال حزبة. كوزاين سيتا بتساوي نص القطر بتاعي اللي هو اللي كان مجاور اللي هو يمثله نص القطر على الوطر اللي هو بيمثل نص القطر ويه اه طول او ارتفاع الجبل. هو جاب جيب الزاوية وجاب الارتفاع. يقدر في المعادلة دي عنده مجهول واحد اللي هو الار اللي هو نص القطر بدأ يعوض عنها اه وآآ قال ان الار او النص قطر بيساوي اللي هو ارتفاع الجبل في كوزاين سيتا اللي هي زاوية ميل الاشعة على واحد آآ ناقص كوزاين سيتا طبعا هو معا الكوزاين ديت ومعا الارتفاعات قدر عن طريقة ان هو يجد لي نص قطر الارض بحاجات بسيطة بالمنقلة كبيرة اللي معا السترلاب ديت طيب انا نتكلم على كتلة الارض طب انا هعمل ايه بقى في كتلة الارض هو لا مفروض اجيب بقى ميزان كده وروح جايب الارض وحط الناحية التانية آآ موازين وايس الارض لا بقى عن الكلام ده كلام فارغ ولا يمكن تحقيقه في الواقع وبالتالي انا هستخدم برضو الايه هروح لي القيمة الرياضية بيقول لي من قانون الجذب العام اللي احنا لسه واخدينه بنحسب قوة جذب الارض على جسم كتلته واحد كيلو كراو يعني ادي قانون الجذب العام ادي الاف اللي هي القوة ادي الجي اللي هو ثابت الجذب العام ام دي اللي هي كتلة الارض اللي انا عايزة اوجدها وهعتبر ان الجسم التاني اللي قدامها هو جسم كتلته واحد كيلو جرام هاجل الارض طب هجيب الارض منين اه ما انت دلوقتي البيروني ويراته سنة الاتنين جابولك قيمة نصف قطر الارض وبالتالي انا اقدر عن طريق القيمة اللي اطلعت دي احطها هنا واحطها بقيمة تربيع هعود عن الجي بستة بوينت سبعة وستين من مية في عشرة قص سالب حداشر وهحط الام المجهولة عندي في كتلة الجسم اللي هو واحد وهنزل تحت هنا في النص القطر واحط ستة بوينت تلاتة ستة في عشرة قص ستة كل تربيع وده هو قيمة النص القطر مقاص بالمتر تعويض رياضي عادي طب قوة جذب الارض اللي هي الاف دي عبارة عن اي يا ولاد قوة جذب الارض هي عبارة عن ام في جي القتلة في العجلة احنا واخدين الكلام ده ده قانون يوتن التاني اللي شرحناه في حلقات سابقة طيب عارفين قيمة اه عجلة الجذبية الارضية اه دي قيمة سبتة تقريبا بتبقى في حدود تسعة وتمانية من عشرة تقريبا طيب اه يبقى ازا لو انا خدت الاف دي وعوضت عنها بالقيمة ديت هقدر اجيب ان الام اللي هي قطلة الارض خمسة تسعة تمانية آآ تمانية وتسعين من المية في عشرة قصة اربعة وعشرين بالكيلو جرام ومحتقتش ولا ميزان ولا حاجة طيب حجم الارض انا عايز كمان احسب حجم الارض برضو نفس العملية هو الحجم انا هجيبه ازاي طب ما نفكر كده شوي الحجم هي الارض دي عبارة عن ايه او براءة عن كرة مين شاطر في الرياضيات يقول لي الكرة دي عبارة عن ايه بجيب حجم الكرة ازاي اه اربعة على تلاتة طه نقق تكعيب طب تعالوا نستعرض القانون كده اربعة على تلاتة دي قيمة سبتة باي باي اللي هي مين اللي هي آآ اتنين وعشرين على سبعة دي قيمة سبتة اللي احنا بنوعد كنا بناخدها نقول ايه طه اللي هي باي اوكي للناس اللي ايه اللي تتلخبط في كلمة باي لأ باي دي اللي هي تصوي نقق اللي هي اتنين وعشرين على سبعة وهنا اعتقد ان كلنا حفظينها طيب ارتكعيب ما خلاص البيروني ويراتوسنث لاتنين جابونك نصف قطر الارض ازا انا لو عوضت رياضيا في القانون ده بالشكل ده كده انا طبعا مش هقدر اقس حجم الارض بالشكل ده اقسوا ادي حجم الارض بيساوي في طب في هنا ايه لا اوعد تفتكر ان دي سرعة في دي يعني فيليم الحجم التاعي حجم الكرة اربعة على تلاتة باي ار تكعيب هعوض اربعة على تلاتة في اتنين وعشرين على سبعة في قيمة آآ نصف قطر الارض وارفحها للقص ايه للقص تكعيب ابدأ اعوض بالقل الحسبة بتاعتي عادي ومنساش ان الحجم بيقاص بالمتر الايه بالمتر المكعب ازا انا كده اقدرت اجيب الحجم طيب كده اقدر اجيب كسفت الارض اه انا جبت الكتل عن طريق تعوض في القوانين وجبت الحجم احنا لسه جايبينه مع بعضينا دلوقتي يبقى اقدر اجيب الكسفة اه منتهى البساط حطيت القيمة اللي انا حصلت عليها من الكتلة وحطيت القيمة اللي انا قلت اه جبتها من الحجم ويبدأ يديني الكسفة طيب ياولاد احنا قلنا من ضمن الحركة الدائرية او قانون الجزب العام اه دوران الامر الصناعي حول الارض اه فكرة الامر الصناعي زي اه لو انا بصيت لك كده زي نفس فكرة الحبل اللي انت سيادتك ربطه في اي جسم ولو حتى غطى القلم وبدأت تلفه طول ما انت بتلف الجسم بسرعة وقوتك ما قبض عليه جامد طول ما قوتك قد السرعة اللي بيدور بيها الجسم في الحالة دي انا بقول ياولاد ان ان هما تحت تأثير قوتين قوة بتشده الى الداخل وهو نتيجة القوة الطردة المركزية الناتجة عن سرعة دوران وبيحاول يشد نفسه الى الخارج لما تتصوى القوتين لا الامر هيسقط على الارض ولا الجزبية تقدر تشده ولا هو يفلت من جزبية الارض ويضيع مننا في الايه في الفضاء يبقى انا هنا دلوقتي الامر ده اللازم يدور بسرعة معينة هزي السرعة تبقى بالزبط بالزبط قد قوة القوة بتاعت الارض قوة جزب القوة القوة المركزية بتاعت الارض يبقى انا عندي دلوقتي الامر الصناع ده موجود تحت ايه تحت قوتين تحت تأثير قوتين اوه في عنده قوة بتشده وفي عنده قوة عايزة ايه تشده الى الخارج طيب عشان يلف في نفس المدار بيتحرك بسرعة بسميها سرعة المدار بتاع الامر. تعالوا نشوف كده يجي يقول لي مسلا اثبت ان في بتساوي جزر جي ار. دي سرعة اه السرعة المدارية للامر. اللي من خلالها ما يقدرش ان هو يفلت من الجزبية الارضية ويفضل بيدور في المدار بتاعه. تعالوا نشوف كده. ادي دلوقتي ادي قوة الجزب المركزية. اللي هي لست كنا واخدينها في في تربيع على ار. في نفس الوقت انا في عندي قوة تانية. اللي هو قوة الجزب. اللي هي القوة اللي بتساوي ايه? ام في جي. طيب. انا دلوقتي في الطرفين في ام لو شلت ام مع ام هيتفضل ايه? جي بتساوي في تربيع على ار. تمام? طيب طرفين في وسطين الناس الحلوين بتوع الرياضة طرفين في وسطين يبقى الفي تربيع هتساوي ايه? جي ار. طب لو انا عايزة اه السرعة المدارية بتاعته بس يبقى في بتساوي جزر جي ار. شفنا الاسبت يا اولاد سهل ازاي? انا عايزة استخدم خطوة وابدأ اشتغل في اللي بعديها. طب بيقول لي هنا علم. استمرار الامر الصناعي في مداره. هقول له لانه تحت تأثير قوتين. القوة الاولانية قوة جزب الارض لا. اللي هي ايه? اللي هي قوة اه قوة الجزب العين. التانية هي قوة الجزب المركزية اللي بتشده. اللي هو اف سي بتساوي ام في في تربيع على ار. الشغل. الشغل. الشغل ده. اسم كلمة شغل بالانجليش عشان كده الرمز بتاعي. عشان القوة بتاعتي تبزل شغل لازم ان تكون حرقت الجسم بتاعي مسافة. يعني ايه? يعني انت سيادة دولاتي لو عندك دولاب وفضلت تزق فيه بازلت قوة كبيرة جدا عشان تزق الدولاب بتاعي ده. وانت بتزق الدولاب كده? الدولاب ما تحركش ولا صندش. ازا لم يتحرك اي مسافة. طب الشغل ده عبارة عن ايه? القوة في المسافة. اي قوة سيادتك بازلتها? هضربها في صفر. لان الجسم ما تحركش خالص. يبقى القوة اه يبقى الجسم القوة بتاعتك دي لم تبزل اي شغل. طيب. انا اه لو انا جيت زقت الجسم في خط مستقيم اه هيبقى القوة بتسوي ايه? القوة الشغل بيسوي القوة في المسافة. طب انا ممكن كمان القوة تبقى بمستوى مائل. ده اللي احنا هنشوفه التلت حالات بتاعت القوة ازاي تقدر تغير الشغل بتاعي. طب انا في الاول عايز اعرف يعني ايه كلمة شغل? تعريف الشغل. الشغل ده كمية قياسية. وكي? وحدة قياسه اسمها الجول. والجول ده بيسوي نيوتن بوينت متر. نيوتن مضروف في المتر. ومعادلة ابعاده مل تو تي سالب اتنين. وكده يبقى احنا اخدنا معادلة الابعاد الستة عندنا في المنهج. وآ عندنا ستة معادلات ابعاد احنا المرة اللي فاتت اخدنا اربعة. آآ عاز اعرف الجول. الجول هو الشغل. الذي تبذله. قوة مقدرها واحد نيوتن. لتحرك جسم مسافة واحد متر في نفس اتجاه خط عمل القوة. احنا اتفقنا احنا بنحفظ التعاليف ازاي? اجري على القانون. اللي انا مفروض اكون حافظه عشان بحلي بيه ما زي. بقول ان الجول ده عبارة عن ايه? عبارة عن قوة آآ الشغل. الجول ده وحدة قياس ايه? الشغل. اللي بتبذله قوة. احنا بنحسب القوة بالايه? بالنيوتن. يبقى آآ الشغل اللي تبذله قوة مقدرها? واحد نيوتن. عشان تحرك جسم مسافة. احنا بنحسب المسافة بايه? بالمتر. يبقى الجول هو الشغل التي تبذله قوة لتحرك جسم مسافة ايه? مسافة واحد متر. بس لازم يكون في نفس خط عمل القوة. شروط بس لشغل لازم ان تكون في عندي قوة مؤسرة وكذلك ازاحة في اتجاه القوة. لو القوة ما عملتش ازاحة يبقى ازا ما عنديش شغل. دلوقتي لو الزاوية بتاعتي اللي بين الشغل اه بصوري بين القوة والمسافة صفر يعني انا في خطه افقي ما فيش زاوية بينهم. لو انا حطيتها على الالة الحزبة. كوزاين سيتا هلقيها بتسوي واحد. ازا الشغل عندي جاب ليو بتساوي اف في دي. طيب. ادي يا ولاد مسألة ان الجسم يبقى بيتحرك في الاتجاه ده. والقوة بتدفع في الاتجاه ده. يبقى حركة الجسم في نفس اتجاه حركة الايه القوة. لو انا ببسيط على الخط ده والخط ده الزاوية بينهم الزاوية صفر. ما فيه الزاوية بينهم. الاتنين متوازين. يبقى الزاوية ايه صفر. يبقى في الحالة دي القوة بتسوي ايه? اه الشغل بيسوي ايه قوة في المسافة. طيب لو كانت الزاوية بينهم تسعين يعني كانت الزاوية قايمة لو انت حطيتها على الاهل الحزبة كوزين تسعين حالية كوزين تسعين بصفر اذا انت في الحالة دي الشغل هيساوي صفر لان الشغل هيساوي القوة اللي انت هتبزلها في صفر هتبقى الشغل بتاعي بصفر ده معناها ايه ان القوة لا تبزل شغل يبقى قوة لا تبزل شغل لما تكون القوة عمودية يعني ايه سيادتك لو شايل شنطة كده مهما ان كانت تقيلة جدا وانت شايلها القوة المؤثرة عليها القوة الجزب الارض علشان تقولها حضرتك بتتحرك في الاتجاه ده يبقى في الحالة دي الزاوية بينهم زاوية 90 درجة اللي هي السيتا السيتا بتاعته دي 90 درجة لو حتيت 90 درجة دي على الالة الحزبة كوزين 90 جيب الزاوية هيبقى بصفر حضرتك انت شايل شانطة تقيلة لو ماشي بيها لا تعتبر شغل وخد بالك ده ممكن يجيلك سؤال فعلل طيب لو كانت القوة تميل بزاوية يعني ايه تميل بزاوية في الحالة دي بيبقى اخد القوة في المسافة في كوزين سيتا السيتا اللي عندي يعني ايه القوة تبقى بزاوية اهو زي ما يكون سيتا كده بتجر بتزق حاجة شايف القوة بتاعتك بتدفعها في ازاي في زاوية بين القوة وبين ان هو هيتحرك في الاتجاه ده الزاوية دي زي ما احنا شايفيننا مثلا كده دي 30 فهنا بقول ان سيتا تساوي ايه 30 او ببساطة جديدة لو حادتك بتجر حاجة برضو كده شايف شايف انت بتجر ازاي شايف الاتجاه ازاي انت مش في الاتجاه الافقي حادتك رابطها بحبل ادي القوة اللي بتشد والجسم بيتحرك في الاتجاه ده اللي هو المسافة الزاوية بينهم دي هي دي ما تعتبر ايه الميل طيب حاجة كده للبناتين سيادتك انت بتكنسي اه ادي القوة بتاعتك انت بتشدي المكنزة او المقاشة بالشكل ده ده القوة طيب المقاشة هنا هتتحرك في زي هتتحرك في الاتجاه ده يبقى في زاوية بينهم زاوية ما يلا شايفين الميل دوت بالخط اللي المقاشة هتمشي فيه كده يبقى ازا ده بسميها ايه بسميها الزاوية طيب تعالوا نشوف الكلام ده بيجينا ازاي في المسائل بيقول لي مسعد كهرابي قتلته 200 كيلو جرام يرفع محرك مسافة 30 متر احسب الشغل المبزول واعتبر ان عجلة الجذبية الارضية عشرة طيب ياميس ده هم كانوا بيقولوا عجلة الجذبية الارضية تسعة وتمانية من عشرة لا هي من تسعة وتمانية من عشرة لعشرة تختلف قوة عجلة الجذبية الارضية تبعى لاختلاف ايه لتغير المكان نفتكر احنا كنا لسه واخدين المقارنة بين العجلة بين سوري الكتلة والوزن وقلنا ان الوزن هو مقدار قوة جذب الارض وقلنا ان الوزن يتغير بتغير المكان نظرا لاختلاف عجلة الجذبية الارضية ازا هو في المعتاد انا بقول تسعة تمانية من عشرة. لكن هو في الحالة دي في المسألة قال لي انها عشرة. بقى في الحالة دي ما جيش بقى انا استنزح وقال له لا دي بتسعة تمانية من عشرة. هو قال لك ان في الحتة دي اللي هو قاس فيها كانت عجلة الجاذبية الارضية عشرة. نبدأ نشوف البيانات بتاعتي. هو الدنيا القتلة. بتاعت المسعد. وقال لي ان هو مئتين كيلو. والمسافة اللي هو بيتحركها تلاتين متر. عايز الشغل. الوحدات ما اصبوطة يا ولاد وحدات دولية اه موحدات متوافقة. طيب الشغل ده دلوقتي احسبه ازاي? اقول كالقاتي. انا مفروض ان انا اكتب ان الشغل بيساوي اف اه في دي. طب هو الدنيا القتلة. والدنيا عجلة الجاذبية الارضية والدنيا دي. اجيب انا منين القانون ده? اجيب منين الاف? ها من الناس الشطرة? هو مديني المسافة هي. طيب انا عايز اجيب الاف. اه ده احنا اخدنا في خوانين نيوتن في قانون التاني ان الاف بتساوي ايه يا ولاد? الاف بتساوي ام في جي او ام في اي. بس هنا طالما المسعة طالع عكس اه او تحت اثير الجاذبية الارضية فهعتبر ان العجلة جي. طب اف بتساوي ام في جي. انا عندي الكتلة بمتين. العجلة بعشرة يبقى الفين نيوتن. يبقى انا كده جبت الاي? جبت الاف. ببساطة حكيت بالقانون بتاعي. دابليو بتساوي اف في جي. وعليه هيبقى الالفين في تلاتين باستين الف جول ما نساش وحد القياس. طب هو انا لازم اكتب كلمة جول كده? لأ. يكتفي ممكن تكتفي بحرف الجي. مش جي. ها? خدوا بالكم جي. جاي من كلمة ايه? جول. اوكي. طب نشوف كده اا مسألة تانية. اا صحبة كتلة خشب على الارض بواسطة حبل يصنع مع الافق زاوية تلاتين درجة. لمسافة قدرها عشرين متر. بواسطة قوة مقدرها ميت نيوتن. طبعا مقدر الشغل المبزول. لو انا هبصيت في المسألة حلاقي ان القوة بتميل بايه? بزاوية. واحنا قلنا عندنا كم حالة? عندنا تلات حالات للشغل. يا اما في نفس الاتجاه يا اما عمودي يا اما بزاوية. في نفس الاتجاه اه 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 لو عمودي هتبقى اه 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 بتصوي صفر طب لو بزاوية لو بزاوية هتبقى اف في دي في كوزاين سيتا. هو مديني الاف بمية مديني الدي بعشرين ومديني سيتا بتلاتين. بصوا يا اولاد احنا هنكتبها ازاي ازاي ما هي على الاحز. مية في عشرين دوس على زرار كوزاين تلاتين. ودي انتر كده هيبدأ يديك الايه? هيديك الاجابة بتاعتي او يساوي هيبدأ يديك الاجابة بتاعتي آآ الف سبعمية اتنين وتلاتين جول وبرضو قلنا ان احنا ممكن نكتبها نكتب حرف الجي بس. تعالوا نشوف صياغة تانية للاسئلة. بيقول لي اسكر اسم المفهوم العلمي. القدرة على بز لشغل. القدرة على بز لشغل دي. احنا يمكن الجزئية دي فيها آآ سبق درستها قبل كده في المرحلة الاعدادية. بس احنا بنرجع عليها عشان نبدأ ان نقول لك حتة صغيرة كده زيادة على اساس انت مفهومك بقى اوسع شوية وكبرت وبقيت في السنوي فتقدر انك انت ايه تشتغل معانا وتفهم الكلام. بس احنا بنرجع لك كده مجرد فريش للمعلومات بتاعها. القدرة على بز لشغل دي يطلق عليها اسم الطاقة. يبقى الطاقة هي القدرة على بز لشغل. طب انا عندي كم نوع من انواع الطاقة? عندي طاقة حركة وطاقة وضع. طاقة حركة وطاقة وضع. طب ايه موضوع طاقة الحركة وطاقة الوضع? تعالوا نبص كده الطاقة اللي بيختزنها الجسم بسبب موضوعه تسمى طاقة الوضع. طيب انا عايز افهم بقى. بصوا في الفيديو ده. الجسم هو فوق في مسافة عالية عنده طاقة. اللي على الارض لأ. لو انا بدأت احرك كده بصوا. ده هيزق الجسم المسافة ايه اكبر? الطاقة دي كان مختزنها الجسم نتيجة وجوده في مستوى اعلى. يبقى كل ما الجسم يكون في مستوى اعلى طاقة الوضع بتاعته ايه? هتزيد. طب تعالوا بصوا كده طاقة الوضع دي جاية منين? انا زق الجسم الفوق فهو محتفظ بطاقة. عشان هو على ارتفاع عالي وعجلة الجاذبية الارضية بتشده. القوة اللي انا اتدفعته بيها دي عبارة عن كتلته ومضروبة في عجلة الجاذبية الارضية. لو انا عايز اجيب الشغل لو انا سبته هتبقى الطاقة اللي موجودة جوا دي اللي هي طاقة الوضع تتحول لدقة حرقة بتبزل الشغل. الشغل بتاعي دي عبارة عن ازاحة المسافة اللي هو هينزلها في السقوط. طيب الازاحة دي اللي هي الام في جي اللي هو يتحرك. والاتش ده الارتفاع اللي هو موجود عليه. اذا طاقت الوضع هي ام في جي في اتش. طاقة الوضع ام جي اتش. طيب. امثلة للطاقة الوضع زي ايه? زي انها جزء من طاقة الالكترون في اي زرة. آآ جوه الزرة اي الكترون بيحتفظ على آآ كمية من طاقت الوضع اللي موجودة داخله. كمان يا ولاد الزومبورك بتاع الساعة. يمكن احنا آآ ما وعناش عليها او احنا اتلعنا بالساعة الرقمية وبنبص في الموبايلات. زمان كده كان عندنا من البيهات نملاها نملا الزومبورك بتاعها ونسيبها فيبدأ الزومبورك عشان يرجع مكانه تاني هو مختزن في قوة او طاقة وضع. بيبدأ يحولها طاقة حركة بالراحة ويبدأ بناء عليه العقائل بتاع الساعة تتحرك. آآ فيه اطفال صغيرة عندهم اللعبة اللي بنسميها احنا بزنبالك. احنا يعني اللغة الدرجة يقولها عليه زنبالك هو الزومبورك. اللي هو الجهاز اللي بيلف. تبلأ الزومبورك بتاعها وتسيبها فتبدأ تتحرك لغاية ما ينتهي الطاقة الوضع اللي انا حطيتها فيها اللي هي عدد اللفات يعني لو لفتها كتير هتلاقيها تمشي الفترة طويل. لو لفتها قليل هلاقيها ان هي تمشي الفترة قليلة. يبقى هنا طاقة الوضع بتاعتي تحولك لطاقة ايه? لطاقة حركة. اي جسم موجود اه في مستوى عالي ده يعتبر فيه طاقة اه وضع. وبتتحول لطاقة ايه? الحركة. وهقول لسيادتك حاجة. لو سيادتك كده قاعد وآآ فيه منضضة فوقيك فيها ازازة فيها مية. لو وقعت الازازة على دماغك هتحس بقلم شوية. طب نفترض بقى ان الازاز دي موجودة فوق حاجة عالية فوق الدولاب وقعت. هتحس بالقوة بتاعتها اكتر. فيه طاقة اكبر. يبقى كل ما الجسم بتاعه او الوضع بتاعه اعلى طاقة الوضع المختزنة جواه آآ كبيرة. آآ بتظهر لي امتى? لما تبدأ طاقة الوضع دي تتحول الى طاقة ايه? طاقة حركة. ايه موضوع طاقة الحركة دي? احنا قلنا دلوقتي الطاقة المختزنة في اي جسم مرفوع. طيب. آآ سؤال برضو اسكر اسم المفهوم العلمي. يقول لي قوة الجسم آآ قدرة الجسم على بزل شغل بسبب حركته. هي دي يا ولاد اللي بنسميها طاقة الحركة. طيب. آآ مجموعة قطايا الوضع والحركة يطلق عليهم اسم الطاقة الميكانيكية. ما ممكن يجي يقول لك سؤال في اسكر اسم المفهوم العلمي. ايه مجموعة طاقة مجموعة قطايا الوضع والحركة هي الطاقة الميكانيكية. واحنا ممكن نجيبها برضو في صورة ايه? في صورة قانون بقاء الطاقة أذكر ما تعرفه عن قانون بقاء الطاقة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم أي طاقة في الدنيا بتتحول من صورة لأخرى زي صور الطاقة زي الكهربية الحرارية الضوئية النووية الميكانيكية صور الطاقة بتتحول من صورة لأخرى المصباح الكهرابي يحولي الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية المكوية مثلا بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية وهكذا تعالوا بقى نشوف استنتج مقدار طاقة الحركة لجسم بدلالة كتلته وصرعته الاستنتجات دي يا ولاد انتوا تلاقوها شوية صعبة لكن انت لو فسرتها هتلاقي القوانين دي انت اشتغلت بها قبل كده احنا واخدين القانون التاني لنيوتن اللي بيقول لي F بتساوي M في A طاقة الحركة اللي هيتحركها الجسم دي تعادل الشغل المبزول طب احنا اخدنا الشغل بيساوي ايه بيساوي F في D طيب تعالوا نبص كده من المعادلة التالتة معادلة التالتة او المعادلة التالتة بتاع معادلات الحركة فاكرنا كنا بنقول VF تربية VF اللي هي السرعة النهائية بتساوي VNOT تربية زائد اتنين AD الناس اللي تراجع معايا كده VF دي السرعة النهائية VNOT دي كانت السرعة الابتدائية AD العجلة ودي المسافة اللي هي الديستنت لو انا وديت السرعة النهائية دي ناحية تانية بعكس الاشارة عشان هنا هي موجب هعديها الناحية التانية بعكس الاشوارة يبقى في اف تربيع ناقص في آآ نود تربيع بتساوي اتنين اي دي. طب هنا لو انا اعتبرت ان في نود بصفر يعني الجسم هنا تحرك من السكون لان هو كان ساكن ده في طاقة وضع. ازا انا هعود عن جيب ايه بصفر يبقى هنا في عندي في واحدة بس اللي هي اللي تحرك بيها. لان في نود بايه بصفر. طيب آآ عايز اجيب المسافة طرفين فوسطين كده. مين اللي مضروف في المسافة هنا يا ولاد اتنين ايه. اوديها الناحية التانية بعكس الاشوارة. هنا ضرب تروح الناحية التانية ايه اسمها. يبقى دي المسافة بتساوي في تربيع على ايه على اتنين ايه. وايه دي عجلة الجاذبية. طيب. يبقى طاقة الحركة بتساوي ام في ايه في في تربيع على دي آآ على اتنين ايه. ليه بقى? هنا ادي الكتلة ادي العجلة وادي المسافة. الكتلة والعجلة تمثل ايه يا ولاد? تمثل القوة. يبقى ادي القوة في المسافة. انا عوضت هنا عن المسافة بفي تربيع على اتنين ايه? وبالتالي طاقة الحركة بالتعبود في القانون بتساوي نص ام في تربيع. طاقة الحركة تساوي نص امي في تربيع. طاقة الوضعكة بتساوي ايه? بتساوي ام جي اتش. طيب تعالوا نشوف المسألة دي. بيقول لي انطلقت رصاصة من بندقية بسرعة مقدرها ستمائة متر لكل سني. وبعد ان اخترقت الهدف اصبحت سرعتها مية وخمسين متر لكل سني. احسب مقدار الطاقة المفقودة. علما بان كتلة الرصاصة خمسين. خمسين ايه يا ولاد? خمسين جرام. تعالوا نبص كده في المسألة. انت دلوقتي مديني سرعة اللي الرصاصة انطلقت بها. بعد كده اه السرعة دي كانت ستمية ومدهني بالمتر لكل سني. بعد ما اخترقت الجسم سرعتها قلت. مش السرعة بتاعتي مية وخمسين متر لكل سانية. عايز الطاقة المفقودة. بدل ما كانت الرصاصة ماشى بطاقة كبيرة. بدأت الطاقة بتاعتها تقل. طاقة الحركة بتاعتها تقل. كان بتتحرك بستمية بعد بمية وخمسين. ودك كتلة الرصاصة ودهلك بالجرام. خمسين جرام. نرجع يا ولاد انا بستغل باشتغل بالوحدة الدولية. الجرام ده لازم انا حوله لايه? لكيلو جرام. هحول الكيلو جرام ازاي? اقسم على الف. عشان احول من الجرام للكيلو جرام. طيب. تعالوا نشوف كده. ادي. الفي بتاعتي الاولانية. اا اه اسميها في مسلا واحد بستمية. ااا الفي التانية هي باتنين بمية وخمسين والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقسر بتاعتي بخمسين ايه بخمسين جرام وكتبتها نفسي كده في المسواد عشان افتكر وانا بشتغل وعوض لازم احولها. طيب دول دول عندي سرعتين يبقى انا نص m والv تربيع يبقى هاخد السرعة الاولانية تربيع وترحة من السرعة التانية تربيع يبقى ده التغير في السرعة هربع السرعة الاولانية وربع السرعة التانية وترحهم من بعض وابدأ اعوض كده في المسألة بتاعتي اخذ اجي النص ده نص كما سبتها في القانون اجي الكتلة حطيتها 50 على 1000 وعملت الضرب وجوه ربعت السرعة الاولانية وربعت السرعة التانية وطرحتهم من بعض واشتغلت على الحزبة الداني اه اه اربعة وطبعين 1375 ومنساش ان انا بجيب طاقة والطاقة كمان تقاس بالايه بالجول طب ياولاد يعني احنا النهاردة استعرضنا اه مواضيع كتيرة اه قد يجد بعضكم فيها الصروب سواء كانت الحركة الدائرية اللي هي حركة جزبت فيه محيط دائرة وقوة الجزب المركزية اللي بتقول ان فيه علاقة طردية بين كتلة كل من الجسمين مع القوة الجزبة المركزية وعكسيا مع نصف القطر بينهم كتلة الجسمين وده الحاجة اللي هم بيقدروا يحسبوا بيها عملية التجاذب بين الكواكب احنا عندنا الكواكب مجموعة الشمسية في قوة الكواكب بتدور حوالي المجموعة الشمسية في مدارات معينة الشمس بتجزوهم بصورة معينة وكل ما كانت كتلة الكوكب كبيرة كل ما كان لازم يكون قوة الجزب المركزية بتاعتها كبيرة عشان ما يفلتش مني يبقى لو انا اتكلمت على كواكب والكواكب دي حجمها كبير هلاقي قوة الجزب المركزية بينهم كبيرة جدا جدا لو اتكلمت على اجسام صغيرة كتلة صغيرة هلاقي القوة بتاعتها صغيرة زيها ليه لان انا في عندي حاجة اسمها ايه التناسب الطردي واحنا اتفقنا مع بعضينا اي قانون اي وحدة عندك هتيجي تسأل عليها وتقول العوامل اللي بتأثر عليها بص على القانون على طول شوف ايه الرموز اللي موجودة فوق الكسر هتبقى طردي الرموز اللي موجودة تحت الكسر هتبقى ايه هتبقى عكسي قانون الجزب العام بيقول لي ان حصل ضرب الكتلتين يبقى ام واحد في ام اتنين يبقى الكتلتين الاتنين دول ايه طردي او ممكن يجي لك السؤال بصورة تانية احنا عايزين نعرف المعلومة والسؤال يسألني فيه زي ما هو عايز لو جي قال لي مسلا اكمل جاب لي القانون دوت اللي هو قانون الجزب العام بس اه حطت فيه نقاط يعني مسلا يقول لي اه القوة القوة الجزبة المركزية او مسلا في قانون الجزب العام القوة بتاعت الجزب العام بتتناسب اه نقاط مع اه او تتناسب ضردين مع نقاط ايه واحد تقول الكتلة لازم تقول ايه حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافة بينهما يبقى اخد بالي ما تصرعش في الاجابة عشان اكتب اجاباتي بصورة صحيحة طيب بالنسبة يا ولاد للاثباتات انا واحد من الناس مثلا ما بحبش رياضة اه ومش عارف احفظ الاثبات اه خدها خطوة خطوة اكتب القانون قدام منك ومسألة طرفين فواسطين دي حاجة سهلة جدا لو عندي قيمة بوضية النحة التانية بغير الاشارة اعتقد ان كلنا عارفين البيانات الرياضية اللي احنا بنشتغل فيها دي ما فيهاش اي مشكلة طيب التعريف يا ولاد ارجع واقول تاني في بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة في حفظ التعريف افهم التعريف كويس سجلوا مثلا على موبايل اكتبوا زي الاطفال الصغيرين ما كلنا بنكتب عشان نحفظ حاجة فيه ناس كده اللازم ان تكتبوا الوراء والقلم اكتبوا عدة مرات بس وانت فهموا وانت فهم التعريف هتلاقي نفسك قادر انك انت ايه قادر انك انت تستوعب طب احنا تكلمنا في الاول وكلنا بنكلم على وحدات القياس وحدات القياس دي شغالة معايا طول بالمتر وبقيس الكتلة بالكيلو جرام في الوحدة الدولية اذا لما بتجي لي مسألة وكتبلي فيها سانتي او كتبلي فيها جرام خطأ جدا ان انا استخدم نفس الوحدة زي ما هي موجودة لازما وحداتي كلها تبقى تبقى نظام الايه تبقى النظام الدولي يبقى لو انا عندي قيمة صغيرة سانتي او جرام احولها للاايه احولها ليه الكيلو جرام واحولها للمتر التحولات ازاي الناس يوميش فاكرة المتر عشان احاوله للمتر بقسمه على مية طب الكيلو جرام لا باخده وقسمه على الف ازبط وحداتي تبقى مزبطة مع بعضي عشان اقدر احل المسألة وتعمل القلل حاسبة بتاعتي طيب التعريف عندي كتيرة طب انا عندي اقتراح ظريف جدا انت ممكن تجيب وراء وقلم احنا دلوقتي عايزين ايه ايدينا وعننا تحفظ معانا الكلام اول حاجة ان انا اكتب التعريف مثلا رأس التعريف والتعريف نفسه بلون مثلا انا بقولك اقتراحات كل واحد والمالكة بتاعك وهبدأ اكتبهم كلهم في ورقة لو انا بصيت كده هلاقي ان انا في عندي كم تبير من التعريف طب بني وبين نفسي كده ما هو ممكن فيه تعريف يكون صغير او تعريف انا اكون فهم وحافظه هعمل عليه علامة صح علامة صح دي يا ولاد بترفع جدا 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 من الحالة بتاعتنا ويتخلينا نقبل على ان احنا نحفظ الباقي يعني انا عندي عشرين تعريف فانا حافظ خمسة الله ده فضل عندي خمستاشر طيب انا ممكن اعمل لنفسي روتين يومي نحفظ كل يوم تعريف اسجلوا على الموبايل واسمعوا بالسماعات طول اليوم مثلا يعني طيب فيه ناس بتقول فيه عندي مشكلة وانا بذاكر انا بذاكر الكتاب كويس قوي وبقى فهم المنهج ومش عرف ان انا بنسى الكلام المراجعة باستمرار خلي فيه هوا موجود معاك في المكان عشان يجدد الاكسوجين ووقتنا مر بسرعة ويعني ارجو ان تكونوا استفدتوا من الحلقة بتاعت النهاردة القاكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة